تعالوا ناخد أول سؤال وصلنا بيقول هل الإنسان لو شاهد ذنب ولم يفعله هل سيحاسب على المشاهدة أم على الفعل ذاتي؟ لو كنا بنتكلم على مشاهدة الأشياء الإباحية آه حرام، مشاهدة الحرام حرام يعني مشاهدة مثل هذه الأشياء المشاهدة نفسها لهذا الذنب حرام يعني هو ما فعلش الزنا ولا وقع في ملامسة حرام لكن هو شاهد مواد إباحية حرام فيبقى حرام لكن لو بيسأل بقى هل هو إذا شاهد مثلا واحد بيسرق فستر عليه فهل مشاهدة لسرقة إنسان حرام؟ لا، ده أمر يحصل له كده بدون إرادته فإذا كان المقصود شيء من الحرام أنت شاهدته بإرادتك هيبقى حرام لو بتقصد شيء غصبا عنك أنت شفته شفت واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ثم سترت عليه والمشاهدة دي لهذا الذنب أنت ما كانش لك يدي فيها لكن أنا مسؤول عن لأن السمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولة فأنت مسؤول عن نظرك الأشياء اللي أنت بتشوفها أنت مسؤول عنها فأنت لازم تعرف أن بصرك أنت مسؤول عنه ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فيغضوا من أبصارهم يعني ما يشوفوش المعاصي أو الذنوب لكن لو شيء شفته غصبا عنك وما كانش عندك إرادة يبقى خلاص دوت خلاص أنت مقهور عليه لكن لو شيء أنت شفته وكان فيه معصية وإنت ظللت تنظر إليه فيبقى عليك حرام نحن عندنا لدرجة أن السادة المالكية بيقولوا أن النظر للحرام حرام يعني لو شفت حد بيشرب خمرة وإنت قعدت نظر إليه أو حتى شفت زجاجة خمرة أو قعدت تبص لها كده فالنظر إلى الحرام حرام فذلك إلا حاصل إذا كنت أنت بتعمل ده لا ما تنظرش طب تعمل إيه أنت بقى لأننا خايف كمان يكون في جلد للذات طب إنت تعمل إيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وخلاص إذا كنت أنت نظرت إلى معصية زي الأفلام الإباحية أو لحاجة طب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى لكن الحل مش أنك أنت تصلح نفسك أن أنت تستهين بالمعصية لكن إيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى